مرحبا و كيف الحال 10 أطعمة و مغذيات إذا تستهلكها بشكل يومي تضمن تنظيف الكلة تعرف أن الكلة عندك تفلتر الدم 180 لتر كل يوم يعني كل كمية الدم تفلتر 60 مرة فإذا أنت عندك جفاف أو تأخذ سموم تأذي الكلة فالسموم هذه ستدخل على الكلة 60 مرة في اليوم يعني دمار الكلة فحرص على كلتك لأنه إذا توقفت الكلة مصيبة الكلة بشكل عام هي أهم عضو من أعضاء جسم الإنسان إذا توقفت تتراكم السموم في جسمك وبتنخنق حرفيا بالسوائل موجودة في جسمك اللي بتتراكم لتوصل لرئتك وبتخلق هذا الإنسان الكلة رغم صغر حجمها و عندك كلتين لأهميتها موجودة في المنطقة الخلفية على يمين و شمال القفص الصدري العمود الفقري الكلتين مسؤولين عن إفراز هرمونات أحد أهم هذه الهرمونات المسؤول عن إنتاج كراءة دم الحمراء فالأشخاص يصبح عندهم لا سمح الله فشل كلاوي يصبح عندهم فقر دم شديد جداً لأنهم بكل بساطة ما عندهم الكلة أصلاً اللي بتحفز إنتاج كراءة دم الحمراء اللي تموت بعد 120 يوم هذه الكلة الموجودة عندك مسؤوليتها تنظيف السموم فتراكم السموم في الجسم معناته هلاك الجسم كامل عشان هيك الحمد لله على وجود الكلة الكلتين مسؤولات عن تنظيم كمية السوائل في الجسم فلما يرتفع ضغطك الكلة بخليك تتبول فبنخفض ضغطك ومسؤولة عن تنظيم الأملاح لأنه إذا تراكمت الأملاح عندك في الجسم ممكن يتوقف قلبك فبتتخلص من الأملاح الزايدة أول بأول عشان هيك لازم ندير بالنا على صحة الكلة كتير منيح كتب لي بالتعليقات هل أنت من أشخاص أو أنت من أشخاص اللي بتستمرار عمالك بتاخدي أو عمالك بتاخد مسكينات الآلام عشان الصداع عم تاخد الـ الـ إذا أنت من هدول فدير بالك لأن هدول بدم روح على الكلة أو هل أنت من الناس اللي بتستهلك العصيرات المليانة سكر الفواكه أو كتير بتحب سكر الفواكه يعني فواكه يعني كشوعة كعصير اكتب لي بالتعليقات عشان نتناقش بمدمرات صحة الكلة أكيد جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة وخلينا نكتب ونسجل كل التفاصيل وراجعين بعد الفاصل وقبل ما نبلش نحكي عن الأطعم المهمة لتنظيف الكلة ضرورة نتكلم عن إيش ممارسة الخاطئة اللي مهما تنظف في الكلة إذا أنت بتمارس ممارسة الخاطئة القاتلة للكلة ما تحاول تنظفها أساسا أول هذه الممارسات أو أول هذه الكوارث في صحة الكلة هي الإصابة بالسكري إذا أنت مصاب بالسكري فعرف أنه بإمكانك تسيطر على السكري وإذا أخدت حمية زي الكيتو أو اللوكارب بطريقة صحيحة وإنت في بداية مراحة الإصابة بالسكري أو صدك مصاب بالسكري بسبب كريازك سليم فبتقدر توصل لمرحلة الشفاء وبالتالي بتحمي كلتك فارتفاع مقامة الإنسلين وارتفاع الإنسلين وتراكم السكريات الواصلة للكلة بتتلف الأوعية الدموية والشعارات الدموية الموجودة في الكلة وبالتالي النفرونات الموجودة في الكلة بتتلف بالتالي هذا الموضوع مش خياله علمي لأنه 50% يعني نصف مرض السكري في آخر حياتهم بنتهوا بيخسلوا كلة وبعدين بصير اسألك كيف ممكن أشفل كلة الكلة إذا تعطلت لا شفاء علىها لكن أنت بإمكانك تقيها بأنك ما تمرض بالأساس أو إذا أنت مريض وبأذيها مرضك تقدر تنشفي النقطة الثانية ضغط الدم 30% من المصابين مرتفع عندهم ضغط الدم بنتهوا بآخر حياتهم متلفين كلاهم لدرجة أنه بيخسلوا كمان كلا ارتفاع ضغط الدم بيعمل نفسه اللي بيعملوا ارتفاع السكر بتلف الشعرات الدموية والأعين الدموية وبتلف الضغط اللي هو محفظة بومان اللي بتعمل على فلترة الدم وفصل السوائل والأملاح عن البروتينات وعن الخريرات الدم الحضراء تلفها معناته فيه بيطلع دم عندك في الكلا بيطلع عندك بروتين بالبول بيطلع عندك سكر بالبول أما المشكلة الثالثة كثرة عشقك ومحبتك وسهولة استسهالك لتناول المسكينات المختلفة إذا أنت من الجماعة اللي كل ما صدع راسك أو وجعك جسمك لسبب ما بتعرفه أو بتعرف وبتاخد النستيرايد الانتي بلمتالي دراجز زي البروفين الفولدفاس البراسيتامول وكل أنواع الأسبيرين هاي كلها بتتلف الكلا مع الوقت الشغل الثانية كتر استهلاكك للسكريات وخصوصاً لسكر الفواكه إذا أنت عم تأخذ عصير الفواكه الصبح ومفكر حالك عم تعمل لحالك معروف فإنت المعروف الوحيد اللي عم تعمله أنك تضر في كلتك الفروكتوز اللي أنت عمالك بتستهلكه إن كان في الحلويات إن كان في العصير الفواكه إن كان في المشروبات الغازية إن كان في العسل المخشوش وحتى العسل الطبيعي بكميات كبيرة ويخنقها للكلا فالفروكتوز بيؤدي لارتفاع ضغط محفظة بومان بالإضافة إن الفروكتوز برفع اليوريك أسد وبالتالي بيسهل من تكون الحصوات في الكلا فالفروكتوز دار الكلا من خمس شغلات أولاً هو بيعمل تراكم دهون على الكبد فبالتالي بيقلل من قدرة الجسم على تدوير الدورة الدموية وبيعمل احتباس سوائل ورا الكبد ثانين الفروكتوز نفسه بيحفز وبرفع من إنتاج اليوريك أسد اللي بيعمل حصوات اليوريك أسد في الكلا وبيأديها للكلا ثلاثة مع تراكم السوائل اللي بيرفع الضغط أصلاً الفروكتوز بيرفع الضغط محفظة بومان وبالتالي بيؤدي لتلفها الفروكتوز بيقلل قدرة الجسم على إنتاج الـ ATP لأنه بزيد الوزن فنقص الـ ATP معناته أنت بتقلل الطاقة اللي تقدر الكلا إنها تصنعها وبالتالي بيسرع من تدميرها أخيراً هذا الفروكتوز بيعمل إلتهاب النفرونات داخل الكلا فاحرص مئة مرة لما بتاخد الحلويات بالزادة إذا عندك سكري ورتفاع ضرب الدم وعندك صداع منهم كلهم فبالتالي بتاخد برضو أدوية مسكنات أخيراً لازم ما يصير عندك شفاف الجفاف تخلقها للكلا فإذا أنت من الناس اللي بتمارس الرياضة وما بتشرب مي وبتكون حاسس أن شفافك دائما متشققة فالكبول عندك كثير غامئ فدير بالك لازم ما توصل المراحل للجفاف فالجفاف بيقضي الكلاء من ثلاث طرق أول شيء بيرفع الاسترس وتتوتر في الجسم يعني الكرتزون الكرتزون بيقضي لتصنيع فروكتوز بالنهاية فروكتوز بيرفع لكالوريك أسد وبالتالي بتتعب الكلاء أضف إلى ذلك أن الجفاف بيزيد من هرمون ADH اللي بيقلل جيدة الدم للكلا وبالتالي بيقلل الأكسوجين وبالتالي بيخلقها للكلا وبيقتلها فدير بالك لا تتوتر لا يصير عندك جفاف لا تأكل حلويات وكل العشر فوائشياء اللي بتنظف الكلا بعد بتضمن من هدول مش موجودين أول هذه الأطعمة الخضار الصليبية والأفوغادو والمصادر الغنية بالبوتاسيوم تحديداً بوتاسيوم سكرت طبعاً الخضار الصليبية عم نتكلم عن الخس السبانخ الملفوف الزهرة البروكلي البرسل السبراوتس والأفوغادو كلهم يحتوي على البوتاسيوم البوتاسيوم يقلل من إمكانية فقدان الكالسيوم من العظام وبالتالي من إمكانية ذهاب الكالسيوم للكلا وتكوين الحصوات بالإضافة أنه أساساً البوتاسيوم يقلل حمضية الدم ويقلل إمكانية إنتاج اليوريك أسد اللي بيعمل برضو حصوات فابتقي نفسك من حصوات الكلا عن طريق الكالسيوم حصوات الكالسيوم حصوات اليوريك أسد نقطة ثانية تنظيف الكلا من خلال شرب الليمون فشرب الليمون يحتوي على حمض الستريك هذا الحمض يمسك مع الكالسيوم ويجعله ينزل في البول فمنع تراكم الكالسيوم وبولورات الكالسيوم برضو في الكلا وهذا أن الأسكوربيك أسد الموجود في الليمون ينزل اليوريك أسد وبالتالي يمنع تراكم حمض اليوريك أسد أما الطعام الثالث أن تنظيف الكلا وهو الأطعم الغنية في البي سكس فيتامين البي سكس من الفيتامينات الأيضية المهمة لعملية تحويل غلاي أكساليت إلى غلايسين إذا صار عندك نقص في الفيتامين بي سكس رغم أنه هذا نادر الحدوث بتحول غلاي أكساليت إلى أكساليت والأكساليت معروف أنه بتحول إلى حصوات في الكلة هاي الحصوات بتراكموا بتعمل مشاكل في الكلة فبالتالي أحرص على تناول اللحوم الحمراء والكبدة أو من مصادر الفيتامين بي سكس زي خميرة البيرة أو الخميرة الغذائية الطعام الرابع وعنده استهلاك التوتيات اللي هي بتساهم في تنظيف الكلة فالتوتيات بتحتوي على الفيتامين سي بالإضافة لمضادات الأكساليت بالإضافة لأنها قليلة في النشويات والفروكتوز فهي ما بتأذي الكلة حذب بيّنت دراسات أنه استهلاك الكرام بريع بحدد الخصوص لمدة أسبوعين قادر على تقليل الالتهابات المثانة والوقاية منها أما الطعام الخامس لليوم فهو الثوم الثوم ممتاز جدا لصحة الكلة فالثوم بيحتوي على مضادات أكسادة قوية جدا بتقلل الالتهابات وعنده قدرة عجيبة وغريبة لتقليل ضغط الدم واحد اثنين السكر في الدم ومقابة الإنسولين وبالتالي هدول التنين هم اللي بدمروا الكلة فبيحمي الكلة ناهيك أنه التوم مليان بالفوسفور والفوسفور ممتاز جدا لتنظيف الكلة والكبد الفوسفور بقدر يخلص الجسم بطريقة آمنة للكلة من المعادن الثقيلة فبينت دراسة أن استهلاك التوم لمدة أربع أسابيع قادر على تخليص الدم من الرصاص 19% أما الطعام السادس فهو البقدونس البقدونس ممتاز جدا للكلة فالبقدونس عنده قدرة عجيبة على إدرار البول من الكريتان فهو بساعد الكلة على تنظيف نفسها وتطيلها وتخلصها من البكتيريا العالقة فيها بالإضافة أنه نفس البقدونس بقنل التوتر والإجهاد اللي برفع الكورتزون والكورتزون بيدمر الكلة أضف إلى ذلك أنه مضادات الأكسد اللي فيه بواء الفيتامين سي والبقدونة البوتاسيوم والمغنيسيوم بيقللوا مقامة الإنسولين وبدعموا صحة الكلة أما الطعام السابع لليوم فهي جذور الهندباء تناولك للهندباء إنه من خلال شرب شايهة أو من خلال استخدام هذه الجذور في الطبخ بساعد الكلة على إدرار البول بالضبط زي البقدونس فجذور الهندباء فيها مضادات أكسدة بتقلل الالتهابات بتقلل مقامة الإنسولين وبالتالي بتساعد الكلة وبتحميها كمان أما الطعام الثامنة اليوم فهو الكركم والكركم هو طعام ممتاز لتنظيف كل من الكبد والكلة الكركم ممتاز في عملية تنظيف الكلة فهو ببارعة من النباتات اللي بنسميها الادابتجنز وهذا المنتج ممكن نستخدمه في الطبيق أو نضيفه للقهوة تبعتنا مشكلة الكركم إنه هو قليل الامتصاص نسميه بيو أفليبليتي في الأمعاء قليل جدا عشان نرفع إحنا البيو أفليبليتي للكركم بكل بساطة ممكن ننضيف مع الكركم فلفل أسود ونضيفه لشاينا أو للقهوة تبعتنا في القهوة الملوك اللي هي القهوة زاعد الزبدة زاعد الكركم مع شوية فلفل أسود بتزيد من امتصاص الكركم الفين ضعف وبالتالي بتساعدها بتنظيف الكلة أما الطعام التاسر اليوم فهو ابن عم الكركم الزنجبيل فالزنجبيل بشبه الكركم كتير كتير في طريقة عمله لتنظيف الكلة أولا بيقلل الالتهابات اثنين بيقلل ضغط الدم ثلاثة بيرخفض السكر ومقاومة الإنسولين أربعة هو مميع للدم فاستهلاك الزنجبيل ممتاز خصوصا إذا انت بيجيت حطيته على البهارات كبودرة أو استخدمته فرش وحطيته وسخنته وعملت منه شاي الزنجبيل ممتاز أنك تحطه دايما فهو مفيد جدا لصحة الجسم بالإضافة للكلة وأخيرا أفضل طعام لتنظيف الكلة هو الشمندر الشمندر ممكن تشربه كشاي أو تعمله مخلل أو تحطه في الطعام والسلطات الشمندر ممتاز جدا لحماية الكلة فالشمندر قوي جدا في دعم الكلة من خلال ثلاثة وظائف أساسية بيعملها لما بتستهلكه أول هذه الوظائف أنه الشمندر اللي بيبتاكله بيحفز الجسم على تصنيع النايتريك أوكساد والنايتريك أوكساد زي ما بتعرفه الجميع بيوسع الأوعية الدموية وبالتالي بيزيد إدرار الدم ووصول الدم بالكلة واحد اثنين بيخفض ضغط الدم في الجسم تنين أنه فيه المادة الفعالة بيتانين هذه المادة بتقلل الالتهابات في الجسم على العموم وبالتالي بتقلل الالتهابات ممكن تكون موجودة أساسا في الكلة نقطة الثالثة أنه بيساعد الجسم على إنتاج مادة كيماوية هذه المادة اسمها كاتاليز هذه المادة بتحمي الكلة من الفشل الكلوي الناتج عن استهلاك بعض المضاطر الحيوية المؤذية للكلة أخيرا هذه الأشعر الأطعمة مهم منك تعملها بس الأهم منها أنك ما تضر كلتك بالأساس بتجنب أول الحرقة بنات حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات إيش من هاي العشر أطعمة أنت بتستهلك وإيش أنت راح تصير تستهلك بداية من اليوم الشغلة الثانية أكيد ما تكون بخيل وما تنشر المحتوى لأنه زكاة العلم نشره فأعمل شير المحتوى وما تكون بخيل على نفسك بأنك ما تنضم للقناة وتكمس لشارة الجرس وتجيك بأول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إليك أكيد اعمل لايك وبتقدر تنضم لي عالمنا الراعب الفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستين كنن فلت بتقدر تابعوني على الإنستغرام وسناب شات والتيك توك وبتقدر تقرأوا كل محتويات الحلقة والمصادر لحلقة اليوم من خلال المقالة اللي أكون متبتلكم إياها تحت في التعليقات والدسكريبشن وبالأخير بتقدروا تعرفوا كيف تنظف الكبد بسعار عشر أطعمة أساسية لتنظيف الكبد من خلال مقالتنا أو خلال الحلقة الموجودة هون واشوفكم بعلاقات الآخرة وبأمان الله مع السلامة باي اشتركوا في القناة